اشتركوا في القناة ادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم ينعي ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم المغفور له صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها وقد كان رحمه الله قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية معربين عن خالص تعزين إلى إخواننا أسرة آل صباح المالك الكرام وشعب الكويت العزيز إن مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجسيم لتعرب عن خالص ثعازيها وصادق مؤساتها إلى أسرة آل صباح الكرام وحكومة وشعب الكويت داعينا المولى عز وجل يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل صباح والشعب الكويتي الشقيق الصبرى والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون وبناء على أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم صدر قرار جاء فيه حدادا على روح الفقيد الراحل المغفور له صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم السبت اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر